أتكلم عن الخدمات اللي بتقدم ليهم والمناهج اللي بتقدم كمان للطلبة في هذه الكلية تحديداً لازم تكون مختلفة لأنه فيه إعاقات مختلفة وفيه طرق تعامل مختلفة سؤال حضرتك بالنسبة لفريق التدريس أو الكادر التدريس اللي موجود في هذه الكلية وزي بيقدروا يعني المناهج ازاي بتقدر توصلوها المناهج اخترتوها على أي أساس؟ طبعاً أولاً إحنا بنتعامل مش بس مع الولاد زاوي الإعاقل إحنا كمان عندنا أولاد عاديين اللي هيبقوا معلمين في المدارس أو أخصائي المناهج طبعاً دي وفقاً للمناهج العالمية يعني إحنا شفنا إيه أحدث مناهج موجودة في العالم وابتدينا مما انتهوا إليه الجديد كمان إنه إحنا موقفناش عندنا بعد ما خرجنا أول دفع رغم إن المناهج كانت جديدة إلا إن إحنا لقينا إنه في بعض المناهج إحنا نحتاج إن إحنا نضفها للولاد دول أو إن إحنا نعدلها وبالفعل عدلنا الليحة السنة دي فيه لايحة جديدة الطلبة في الفرقة الأولى بيدرسوا على الليحة الجديدة دي طيب بنعمل إيه للولاد ده والإعاقة اللي موجودين في الجامعة بشكل عام أو في الجامعات المصرية طبعا دوت باختلاف الإعاقة إحنا فيه مشاريع موجودة في وزارة التعليم العالي اللي حاجة اسمها الإتاحة والوسول الشامل إزاي الطالب اللي عنده أي نوع من أي إعاقة معينة يوصل لي المدرج بتاعه ده محتاجة عديلات في البنية التحتية روجستكس اللي قلنا على بالضبط إزاي يوصل من البوابة لكليته إزاي يطلع للدور التاني ده كله بنقدر أو قدرنا في الجامعة أو في الجامعات المصرية بشكل عام بتحاول أنها توفره عفوا كمان الدورات المياه لازم تبقى مصممة بشكل معين العلامات الإرشادية مصممة بشكل معين طيب الولد اللي هو عنده إعاقة سمعية الأصم لما هيقعد جنب زميله السامة هيسمع إزاي المحاضرة أو هيفامها إزاي إحنا عندنا مترجمين للإشارة موجودين مع أسادة المقرر بيترجموا دوت للولاد طيب إيه كمان؟ إحنا بنحاول نستخدم بقى التكنولوجيا في القصة على اعتبار أن دوت هيسهل وصول المادة العلمية للولاد مثلا على سبيل المثال الولاد المكفوفين إحنا كل المحاضرات مسجلة معاهم فيه أبليكيشن عملنا من خلال يعني شركة وبدعم من صندوق أعطاء الخيري تابع لوزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعي عملنا أبليكيشن للولاد المكفوفين متحمل عليك كل الكتب الدراسية ليهم يسمعوه في أي وقت مش شرط أن يبقى معاك كتاب اللي مكتوب بطريق برايل لا إحنا سهلنا لهم الدنيا المحاضرات كمان متسجلة لهم بشكل رائع متحمل عليه كمان كتب خارجية بتدعم المقرر دوت طب في الامتحان الامتحان لأول مرة المكفوفين بيختبروا على الكمبيوتر معاكش بقى المرافق اللي قاعد جنبيه اللي ممكن يقرأ له خطأ فيخطأ في الإجابة طبعا ده بيحدث طفرة نوعية بالنسبة للولاد دول ده مش بس كده لا ده إحنا كمان إحنا معانيين بكل أنواع الإعقاد سواء كان مثلا إحنا عندنا طلبة في الجامعة دلوقتي وده ما كانش موجود الأول من ذوي الترابي التوحد عندنا أولاد إعقاد متعددة إحنا عندنا أولاد من ذوي الإعقاد المتعددة ترجمة نانسي قنقر